في لبنان تتجه الأنظار إلى سيناريوهات التصويت التي قد تشهدها جلسة انتخاب الرئيس الذي ما يزال شاغيرا منذ عشرين شهرا وذلك بعد ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمنافسه وعدوه أبان الحرب الأهلية النائب ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية وتأتي هذه الخطوة لتعزز من فرص عون للرئاسة في مظهر نادر للوحدة في المجتمع المسيحي الذي مزقته الانقسامات السياسية لسنوات فميشيل عون جزء من تحالف الثامن من آذار الذي يضم حزب الله الجماعة المدعومة من إيران وحركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري فيما يعد جعجع جزء من تحالف قوى الرابع عشر من آذار بقيادة سعد الحريري المدعوم من المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من أن انتخاب الرئيس اللبناني من قبل مجلس النواب يحتاج إلى حضور ثلفي أعضائه لكي ينعقد فأن عون وحلفائه ليس لديهم نفوذ كاف لضمان انتخابه حتى مع دعم جعجع له وهذا يعني أن على عون كسب تأيد تيار سعد الحريري بالإضافة إلى الدعم الشيعي القوي الذي يتمتع به ويرى مراقبون أنه سيكون هناك تغيرات دراماتيكية في المشهد اللبناني بسبب هذه الخطوة ولعل أهم هذه التغيرات المحتملة تفكك قوى الرابع عشر من آذار وإلى حين تبلور المشهد السياسي بشكل واضح ينتظر الجميع موقف حزب الله حليف الرجلين معا عون وفرنجية الذي لا شك أنه مع تلك المعطيات سيواجه تصدعا لا يمكن التغاضي عنه ترجمة نانسي قنقر